السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتنا العزاز جدتكم اليوم فيديو جديد نبدأ أول حاجة قبل ما نبدأ في فيديو نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة نطلبها منكم هي الضغط على إزراء العجاب لكي ينتشر الفيديو لجميع فيديو اليوم جبت لكم كل المصطلحات تاريخ الوحدة الأولى بطريقة خاصة يعني مصطلح أمامي قائمة المصطلحات نشرح لكم بالدرجة بجد المصطلح تفهموها قليلا نقول لك هو حفظ هو فهم 100% قبسكو في الباك يعطيك نص يسطر لك تحت المصطلحات يعني لازم تربط النص بجد المصطلح كي تكون فهم المصطلح تقدر تحبر بأي طريقة أنا نحاول نفهمكم المصطلحات نبدأ المصطلح الأول هو مصطلح عالم أشمل وعالم جنوبة ما هو مش بيناتهم عالم شمال هو مجموعة من الدول ديما كي يقول لك عالم الشمال عرف باللي دول متقدمة أوكي معنى عالم متقدمة الاستهار اقتصادي استقرار سياسي مريقا يعني أوكي كي يقول لك عالم جنوبة عرف باللي مهرودة لهم دول متخلفة يعني الاستعمار البنية تحتية مضمرة يعني مهرودة ثانية لهم أوكي اللي بيرالية اللي بيرالية اللي بيرالية را عندك زوجة لو كان خبر لو لا إذا في الجدول لك تفهم معنى هامن كي ستطلق تحتها في النص اللي بيرالية يستخدم بش يفرقوا بين معنى الاتحاد سوفيتي والمريكان واللي بيرالية الزوجة تعريف للرأس مالية نفسه معنى هامثة اقتصادي اجتماعي يرتكز على المحرية الفردية وحرية السوق هذه نفسها الالم متقدم نفسها تكتب مجموعة هاي مجموعة من الدول واقعة في شمال أوروبا عندها لحالة ازدهار اقتصادي رافع اجتماعي يعني حالتها امريكلا اشتراكية خلاص تعريفها اشتراكية باللي هو نظام المبدع الجماعي فكرة اشتراكية في قمة تطبيقه وهي مناهضة للرأس مالية يعني تنافر بيناتهم ماذا اشتراك امبريالية عندك الامبريالية امبريالية كي يعطيكنا امبريالية نقدر نقوله باللي هو قلب هي شوف تعريفها هي هي الاقتصادية والرقلة والاسكرية والثقافية والسياسية للدول او اد الدول وانها بثرواتها بطريقة اخرى وهي مرحلة اولية للرأس مالية الرأس مالية ماريكان اقل هي كما راه دير الماريكان في العالم اقيا صراحة اشان نقولنا انا عسكرية امريكان هي الديسيدي صراحة سياسية كما كما راه في سوريا امريكان هي تقرروا شو يديروا شو ما يديروا مع انها كما اشترا في سوريا امريكان بأثت اصكار تأهل سوريا اقتصاديا مع انها ربط اقتصال تأذيك الدول بالمريكان مع انها تدخلها دراعة من قسمها الفايدة عادي هذه امبرياليا من انواع الاستعمار الجديد الشرق يقصد بها الدول توقعه في شرق اوروبا تطبق الرأسماء الاشتراكية الدول توقعه في غرب اوروبا تطبق الرأسمالية تد exhilarون التعاوية الاتحال السوفيتي تق admirإه estas رؤية عام الأمليكية حلف اطلساء هو حلف الأمريكي انه الاطلساءEST حلف الاطلسائي هو نفسه تعريف حلف الناتو وكي الناس يقرأوا الناتو في الباست Perina يغلطوا. يعني يقولوا اعطني تاريخ تاناتهم ما اعرفوش. اطلاص يتاسس في ربعة ربعة الف وتامية وتاربعين. حلف امريكي. اوكي. حلف ورسو. هو حلف سوفيتي. تاسس في اربعة عطاش مايه الف وتامية وخمسة وخمسة. شحال بيناتهم? هذي في تاربعين بيناتهم ست سنين. ها اقل. كريملين. كريملين. كريملين هو نقدر نقوله اليه هو كما احنا عدنا بير مرار بير مراد رايس ذلك قصر رئاسي تاتزير. كما هم عندهم كريملين قلعة. هما قلعة حاصينة ولا قصر. اه كما نقول مش بنية ما بنية. البيت الابيض هو ليبني. هذا كما نقول اتغذى. اتغذى تحكم في الف وتامية واثمانطاش. كريملين. هو كنت نقوله قصر رئاسي امريكي. البيت الابيض هو مقر رئاسي امريكي. اه كريملين سوفيتي. البيت الابيض هو مقر رئاسي امريكي. وانت تخيذ بيت الابيض هو بني البيت الابيض 1792. ويستمد اسمه من لون الابيض. يعني البيت الابيض من لون الابيض. ستار حديدي. هو مفهوم شوف ستار حديدي من تالي. هي اله اه احزا وانستون تشيرشل هذا وزن الخارجي بريطاني وشكال له. قلهم الاتحاد السوفيتي رباقي ينشر الشيوء في اوروبا. اوروبا وش دار? دلهم هذا ستار حديدي كما نقول احنا نقدر نعرفه باللي فصل الديمقراطيات الشعبية هذه عن اوروبا شرقية. اوكي? يعني يبلغ له اللعب بيش ما يفوتش. من اجل تطويق ذاكي لأفس. سيرة اديولوجي. معنها سيرة اقائدية اديولوجي معنها اقائدية متشدة. اقائدية. بين الرأس مالية وشهائية معنى تنافر بين الفكرين والله المذهبين. سياسة ملء الفارق. من اسما تعرفها من اسما تعرفها سياسة ملء الفارق تقول لك حاجة تملحتها هي حلول قوة جديدة ما كان القوة القديمة طبقتها ولاية المتحدة بالفيدنان فالربع وخمسين. اوكي? توازن نووي. من اسما تعرفها توازن النووي. يعني زوج وزوج عندهم كيف كيف. عندهم سلاح نووي. يعني المريكان عدا سلاح نووي كيف كيف? عدا سلاح نووي والاتحاد السوفيتي عنده سلاح نووي. عندهم من نفس الشيف السلاح نووي. يعني ما يقدروش يدخلو في حرب. بس كون يدخلو في حرب. واحد فيهم يخرج حاميد. والله في زوج يتدمروا بعضا. لي يخرج حي يقلوا خسائر كبار. سياسة التكتل بين تحالف وتعاون بين الطرفين والاتحاد. تكتل كما رصارف الاتحاد الاوروبي. دول تكتلوا مع بعضهم قدهم مصالح مشتركة داروا تكتل. اوكي. قطبية اثنائية. بعنا من اسمها قطبين. قطبين يعني يحكموا على دير نظام سادة بعد الحرب العالمية الثانية يعتمد على وجود قطبين متثوقين في الاتحاد السوفيتي والمريكا والامريكا والمتحدة امريكي. مجال حيوي. مجال حيوي دارتها سياسة توسعية دارها دارها نازية يسمو هتلر. دارها بعد الحرب العالمية الثانية. سياسة الاحلاف من اسمها. هي تأسيس مجموعة متقتلات الاسكرية والاحلاف باشي يواجهوا طي يواجهوا بعضها. كما رانا قلنا قبل. كما لاتها امريكا حلف ناتو. اتها السوفيتي حلف وارس. امريكا ناتو جانب شرق ايه سياسة حلف ذاك. واول اخر دار حلف وارس وتاو. كل واحد دار حلف تاو باش يواجهوا بعضاهم باش كل واحد يوالي ادوقوه. ولي يقطوا بصحة. حلف وارس ورانا اعرفناه. سياسة المشاريع من اسمها اتعرفها. واش دار? سياسة ظهرت في الحرب الباردة. في الحرب الباردة كل مؤسكر استقطب معنها جاب 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 استقطب دول بزاف باش بذيك المشاريع. واش دار? كما مارشال. الدول الاوروبية جابهم بمشروع مارشال. اوكي? كما ازناهاور. ازناهاور دول المشرق العربي ذاك. جابهم مشروع ازناهاور. كل واحد يستقطب الدول بذيك المشاريع. واش تكتب? سياسة ظهرت في الحرب البارية تمثلت في السائل كل طرف الى احتواء واستقطاب اكبر عدد من الدول في اطار موجهته مؤسكر اخر سهلا الازمات هي وصف لحالة التي مرت بها الدول هي ازمة تخص تسير والازمات بينها هي بوأر توتر وصف لحالة بين دولتين بين الدول تخص تسير والادب فلسفة حرب بريدة كيف ليس يعرفت حرب بها هو صراع اديولوجي ما يديروش فيه سلاح بين اتحاد سوفيتي و الاخر ما فيهش سلاح يعني غير هاك بالدائية وذلك السلاح ما يستعملوش يديرو كل وسائل ما يدعم غير السلاح يعني الجوسس يودي خلطوه مهم سلاح ما يتوشوش دائية المقراضة وشعنها؟ دائية المقراضة نقدروا نقولوا نشرح لكم في الواقع مثلا نقولوا الدولة يدير كاش فيروس تحطوا فيروس مثلا خذ دائية بكل فيروس لو هلوك تقولوا مراكي المرض ما تخرجوش برا ويديك دولة كان فيها الحراك اوكي دائية هو الفيروس المقراضة المقراضة بغرض باش ما يخرجوش برا وديرو الحراك هذه هي بسهول معنا من ابرز الوسائل هم كتبين في الحرب الباردة نشر افكار على التأثير على السلوك الانساني ودفعون به الى تقبل تقبل فلسفة ما هذي الفلسفات يحبسوا الحراك اني حاوتنا اشرح لكم الانفراج انفراج انفراج كي نزل كما كان محمودي عادو الله واعلم في كتابه الاول دير انفراج وتعيش سلمي نفس تعريف انفراج واحده تعيش سلمي انفراج هو وصف الى الالاقة بين المعسكرين بعد تسوية اسمه كوبا كوبا كي تخلطت في اثنين الوستين كي سووها داروا لها تسوية ثم اسموه الانفراج اوكي تعيش سلمي هو جاب به جاه مفهوم جاب به خورتوف معنها الايش بي سلم اوكي وبعد ابقاد الشبح الحرب الساخنة كوسيلة تسوية خلفة الدولية اوكي مشروع مارشال خلينا منه سهل احفظ لي اقل مارشال احفظ لي اقل حسابات اثناش مليار دورال الدول الاوروبية وجه في خمسة ستة الف وتسعمية وسبعة وربعين مبدأ جادونه في خمسة اشرة الف وتسعمية وسبعة وربعين احفظ لي النواة مرتاعة اوكي اوكي نكملوا ادك لكمون فورم كومون فورم هو مكتب اخبار شوية اوكي احفظ لي معنا كي ما هذو احفظ لي اقل وين تلت اسو كومون فورم خمسة جانفي الف وتعمية وسبعة وربعين او مشروع ازنا هور في الف وتعمية وسبعة وخمسة نحفظ لي اقل حال اقل حال اموالها وكي ما المشاريع ذي ما تحفظهم كيمها تبع ما يملك عندك كيمة مشروع ازنا هور مشروع مارشال اثناش مليار دورال دول الاوروبا في خمسة ستة الف وتمية وسبعة اوكي مبدأت رومان اوكي مساعدة بقيمة ربعمية مليون لتركيا واليونان في اثناش مارس الف وتعمية وسبعة وربعين مشروع ازنا هور ازنا هور مساعدات بقيمة ميتين مليون دولار دول مشرق الابي في خمسة جانفي الف وتعمية وسبعة وخمسة حفظهم لي كيمها تحال نوع مرتعك هذك هي اللي يتملو تهمهم او ماباسكو يضطيح لك في قليل ضيح لك في مستالحات ضيح لك ديما في المقال دينها على شكل اناصر عندك او بقومو فورن مشروع ازنا هور ادرنا عليها بروتستوريكا وغلاسنوس بروتستوريكا وغلاسنوس قليل يقول لك اعطيهم لي معنى مع بعضهم يفصلوهم بروتستوريكا هي تعني اعادة البناء الروسية بقلاسنوس هي اشتعني الشفافية هما هذو مش معنى هما السياستين جابيهم ملحاج خوروتوف عمكم خوروتوف جابيهم صاح يرد لهم تضميرية هما يقولوا سياستين اصلاحيتين ولكن انا نقولهم تضميريتين بس كو هما لي طيحوا الاتحاد السوفيتي وحادية القطبية تقدر تقول هو نظام دولي جديد كو هذي القطبية تحدث الاتحاد السوفيتي وكنت ثوناء قطبية وحادية قطبية نظام جديد جاد بها مقندها كلش واللي اهلى المريكان هو اليدسيتي. بعد زواصل الاتحاد السوفيتي صاح يقول لكو طب واحد في الالم هو المريكان هو اليدسيتي. نزيدو. اه شرعية دولية هو شرعية الدولي كيف نستحل هذا. معناها الالتزام وتنفيذ قرارات صادرة عن هيئة الدولية للامم المتحدة والجهزة ما يخدمة مصالح وتادمين. معنى كما الهايئة الامم المتحدة تطلق تطلق قرار مثالا قرار هذي قرار حاضر التجول مثل حاضر التجول لما يخدم المصالح لازم يكون قرار الفي nieuخدم مصالح امريكا كيставля قرار كيف شما يخدم له مصالح دائها? اوكي? راي خرجفين فيه الكورونا نظام الدولي. نظام دول تخترت. مش نظام دولي جديد. اذا تعرفه واحده. قادر يستطلق تعد نظام دولي وتتعرف له نظام دولي جديد. حاجة خلاف. مجموعة من المبادئ والاجراءات والله والقيم والضابط التي تسيروا على علاقات الدولي في مختلف المجالات. اوكي. ونظام دولي سيد الحاجة خلاف. مفهوم بعد لقاء مالطا اثنانية مالطا بن جرش بوجل ابو كورباتوف وانهيار مؤسكر شهوئي وطرح امريكي يقوم على اساس توسية مفاهيم الاولامة. الليبرالية وفرض منطقة هيمان امريكا. يعني هو نظام جاتبها مريكان كي طاح الاتحاد السوفيتي. اوكي. يهدفو الى خدمة مصالح. يعني لازم يكون يخدم لازم ندخل المريكان دير فايدة في ذاك الحاجة. دي بالها فايدة. اما تقدر تطلق لك مريكان حاجة خيرية. كذب عليك. منظمات خير حكومية غتق رغي حكومية عرفها باللي منظمات وهيئات عالمية خيرية. كما صالب الاحمر في من الاحمر جزائري. هوا منظمات خير حكومي. يديروها بس الاعانات كما رب في الحروب ذيك يروحوا منظمات خير حكومية يعني. يروحوا يقونوا الناس كما راح تدير تزاهر تبعط الفلسطين الاعانات هذو الماكلة. اوكي. كما راح تديرو هذو تزاهر بقثوا البلدة ذوكو الاعانات. هذي هي المنظمة خير حكومية. منظمة العالم التجارة معهم. عندك منظمة آآ 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 تفرض ديك القوائد وكل واحد حال يخلص. هذي مختصة في الحواج. نرمو هذي المصطلح خاص بالتسعير والادب والفلسف. كمنا مصطلحات الوحدة الاولى. اذا اجبكم الفيديو وخلوه جام. واذا حق اذا الحق الفيديو الى خمسمائة جام. نزيدكم مصطلحات الوحدة الوحدة الاولى تاجغرافيا. ونزيدكم وحدة ثانية. نكملكم. حتى نكون مصطلحة نحاول نشرهم. اذا اجبكم. اذا ما اجبكم مش. صعي. ايه حالاو.